من البر إلى الجو مفاجآة القوات المسلحة اليمنية تتوالى في وجه تحالف الحرب فاطر واحد وثاقب واحد أحدث منظومات الدفاع الجوي اليمني منظومتان يكشف عنهما بعد عامين من دخولهما خط المعركة الدفاعية نجحت القوات اليمنية المسلحة من خلالهما في إسقاط عدد من مقاتلات F-15 وF-16 وميراج وتيفون إلى جانب سبع عشرة من وحية تأباتشي والعشرات من طائرات الاستطلاع بينها ما هو أمريكي من نوع MQ-9 وآخرها قبل أيام في محافظة ذمار مفاجأة أطلقتها القوات اليمنية بعد خمسة أعوام من الحرب والعدوان استطعنا في خلال الفترة الماضية من التصنيع والتحديث والتطوير لهذا السلاح منذ الصفر منذ البداية وبالتالي هذا يعتبر من الإسلحة الاستراتيجية التي تغير المعادلة على المسرحة العمليات المعركة في قواعد الاشتباك مع دول التحالف معادلات جديدة فرضتها وستفرضها المنظومتان الدفاعيتان على التحالف السعودي وتشير أرقام وزارة الدفاع اليمنية إلى تمكنها من تحييد مقاتلات التحالف المروحية بنسبة 70% وطائراته الاستطلاعية بنسبة 90% والحد من فاعلية مقاتلاته المجنحة في حين تستمر ضربات الطائرات اليمنية المسيرة على قاعدة الملك خالد ومطار أبهى الدولي في عسير الاستدافة المتكررة لقاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيت في عسير ومطار أبهى ومطار نجران وجيزان هذه المطارات كان لابد من إخراجها من الجهزية أو شل حركتها وفي الميدان تواصل القوات المسلحة اليمنية صد هجمات قوات التحالف السعودي المسنودة جويا في مناطقه الحدودية بنجران وجيزان ومهاجمة واستعادة السيطرة على العديد من المواقع العسكرية هناك في ظل نيران الحرب والحصار الخانقي إنجازات تصنيعية وتطويرية عسكرية يمنية هجومية ودفاعية لافتة إنجازات بدأت بصواريخ الباليستية البعيدة والمتوسطة والقصيرة المدى وصولا إلى الطائرات المسيرة ولن تتوقف أو تنتهي بهذه المنظومات الدفاعية أحمد عبد الرحمن صنع الميادين ترجمة نانسي قنقر